اشتركوا في القناة احنا طبعا هنا في خدمة كل الطلبة وان شاء الله بإذن الله نتمنى ان احنا نقدم النهاردة حلقة تنال اعجابكم واستكمالا لما بدأه مستر علي فان شاء الله هنكمل في الجزء الموجود الاول بس كان لها بعض الملاحظات الخفيفة في الفترة الجديدة اللي احنا فيها بالنسبة لطلبة السنوان العامة الفترة اللي جاية ديت وطبعا السنوان الازهرية الفترة اللي جاية دي فترة قلق شوية فترة فيها كسل فيها نوم شوية فانا عايزك كده تنهض عايزك ان انت الفترة اللي جاية دي تستغل وقتك اتم استغلال انا عايز شهر 12 وشهر 1 الشهرين دول تقدر تذكر فيهم لانك هتلم اللي وراك يعني الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية شهر 4 وشهر 3 وشهر 2 الفترة ده هيبقى الحملة عليك كبير قوي لكن الفترة دي شهر 12 وشهر 1 الفترة دي يا جماعة تقدر اللي وراك شوية صغرين تقدر تلمهم بكل سهولة فلو لمتتم الفترة اللي جاية دي ان شاء الله هتستريح بعدين ثانيا كمان انت في شهر 12 وشهر 1 عندك وقت فراغ نفسيتك لسه يعني مستقرة نوعا ما لسه مخفزتش من امتحانات السنوة العامة فانا عايزك الفترة دي تبزي المجهود شوية تقاوم الكسل تقاوم اي حاجة تعطلك عن مذكرتك كمان انا عايزك ان انت تعمل حاجة لنفسك ده مستقبلك فضلك عليه 6 شهور طب انت ليه ما تحاربش على مستقبلك فاحنا نتمنى ان كل الناس في الفترة اللي جاية دي تكون مخلصة كل اللي وراها يجي عليها نص السنة لان نص السنة شهر واحد بالزاد دي نقطة فاصلة في السنوية العامة فانا عايزك قبل ما يجي عليك شهر واحد تكون لميت كل اللي وراك كل المواد الفيزياء خلصتها خلصت اللي وراها الكيميا خلصتها خلصت اللي وراها سواء انت كنت قدبي سواء كنت علمي طبعا اللي بيتابقونه اكيد مواد علمية واكيد يعني دماغهم متفتحة نوعا ما فاحنا عايزينك تعمل حاجة للمستقبلك المستقبل بسيط قوي انت بش تعرف ان السوان العامة دي سهلة قال لما تروح الجمع ان شاء الله وتقول يا ريت يوم من ايام السنوية والمذاكرة السهلة والاسلوب البسيط والمعلومات البسيطة لكن احنا عايزين الناس الفترة اللي جاية ان شاء الله تكون متطمنة بخصوص الفيزياء اولا وان شاء الله ربنا يوفى الجميع بنسمع اخبار حلوة ان شاء الله في اخر كل سنة وربنا يسهل لكم كل الصعب ويخليكم دايما فاهمين ونبتدي ان شاء الله بالنسبة لللي كانت قال قبل كده او اللي انتو شاهدتوه قبل كده في برنامجكم المتميز طبعا اللي هو المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور الطيار الكهرابي درسنا المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهرابي في سلك مستقيم لو انا عندي سلك مستقيم بالشكل ده كده بيمر في طيار كهرابي هيتولت حوالين السلك ده مجال مغناطيسي وانت تعلمت ان انا ممكن اجيب اتجاه المجال ده عن طريق معرفتي لاتجاه الطيار عن طريق القاعدة قاعدة اليد اليمنى الانبير لقاعدة صنائية بتربط بين اتجاه الطيار وبين اتجاه المجال نقبض على السلك باليد اليمنى بهذا الشكل فيشير الابهام الى اتجاه الطيار ويشير التفاف الاصابع إلى اتجاه المجال وأظن أنه هو تشرح شرح وافي وكافي بالتطبيقات بتاعته سواء سلكين سواء أكتر من سلكين إزاي تجيب كسافة الفيض المغناطيسي بجوار سلكين وهكذا طيب بالنسبة بقى للجزء اللي بعد كده هيكون طبعا ده كان موضوع الحلقة اللي فاتت اللي هو دراسة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في ملف دائري لو أنا دلوقتي عندي ملف دائري بيمر في طيار كهربي يا طرى بقى شكل المجال ايه نوعه ايه مجال منتظم ولا مجال غير منتظم ولا ايه بالزبط وطبعا هو برضو اتشرح شرح وافي كان الحلقة اللي فاتت فاحنا النهاردة استكمالا للمجال المغناطيسي للملف الدائري وان شاء الله لو الوقت ساعدنا نقدر ناخد المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في ملف لولابي فيلا كده مع بعض نسترجى بعض المعلومات البسيطة ونخش بيها على التطبيقات وبعدين نوصل للملف اللي ولا بي على خير بإذن الله يلا كده مع بعض اول حاجة عندنا الملف الدائري بالنسبة للملف الدائري الملف الدائري الموجود عندنا ده شكله عامل كده اهو اهو دي الملف الدائري شكله عامل كده ممكن يبقى مكون من كذا لفة وربع اهو الطيار بيدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور الطيار الكهربي في الملف الدائري انا اللي يهمني عند مركز الملف الدائري المطلوب طبعا انك تجيب كسافة الفيض عند مركز الملف الدائري فخدنا قانون بيقول ان بي بتساوي ميو ان اي على اتنين ار وده كده القانون اللي تقدر تجيب بيه كسافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري يبقى انا لو عندي ملف دائري وعايز اجيب كسافة الفيض المغناطيسي عند مركزه محتاج ايه محتاج اعرف النفاذية المغناطيسية هوا والحديد محتاج اعرف عدد لفات الملف محتاج اعرف شدة الطيار المر في الملف ومحتاج اعرف كطر الملف او نص الكطر اي معلومة عنهم اللي اتنين تقدر تجيب كسافة الفيض طيب في علامة مهمة كده للملف الدائري العلامة دي محتاجين ان احنا نكون عارفينها كويس الملف الدائري ده يا جماعة بيتميز ان انت لو ديقت نص الكطر فانت بتزود كسافة الفيض عند المركز لو الساعة تنص الكطر فانت كده بتقل كسافة الفيض عند المركز يا ترى ايه السبب السبب اولا القانون اللي احنا لسا واغدينه لكن في سبب تاني ممكن كده تتخيلوا معي تخيل مثلا ان انا عندي حلقة الحلقة دي فيها ميت خط فيض مثلا ميت وبر والحلقة دي روحت مديقها على الميت خط يا ترى الميت خط دول ايه اللي يحصل لهم مش هيتزحموا وبالتالي كسافة الفيض عند مركز الملف الدائري لو قللت نص الكطر كسافة الفيض تزيد لو وسعت نص الكطر كسافة الفيض تقل دي العلامة بتاع الملف الدائري طيب احنا طبعا عرفنا العوامل وعرفنا الرسم بياني ما بين كسافة الفيض والعوامل كلها والجزء ده كان منتهي ففاضل بس ان احنا ناخد شوية تطبيقات على الملف الدائري لو انا قبلت ملفين دائريين لهم مركز مشترك يا ترى الوضع ايه في نفس المستوى او متعمدين فتعالا كده نبدأ اول تطبيق معانا للملف الدائري لو انا عندي ملفان دائريان ولهما مركز مشترك وفي نفس المستوى طيب لو انا دلوقتي عندي ملف دائري بالشكل ده اهو ده ملف دائري وعندي ملف دائري تاني بالشكل ده اهو والملفين دول لهم مركز مشترك الملف الاولاني بيمر في طيار اي وان مثلا والملف التاني بيمر في طيار اي تو دول ملفين في نفس المستوى ولهم مركز مشترك والطيارين كمان في نفس الاتجاه لما تيجي تسأل النقطة اللي عند المركز دي وتقول لها كسافة الفيض عندك يساوي ايه هترد وتقول انا كنقطة متأثرة بمجالين مجال الملف الداخلي بيأثر عندي ومجال الملف الخارجي هو كمان بيأثر عندي طيب طب انا دلوقتي اما اجمع المجالين ولا ترحم نسأل النقطة معايا ايدي اليمين لو طبقت على الملف الخارجي هتلاقي اتجاه مجاله للداخل والملف الداخلي اتجاه مجاله للداخل يعني انت اول ما تشوف الطيارين في نفس الاتجاه تعرف ان بي توتل عند المركز هتساوي بي وان زائد بي تو تروح تحسب بقى بي وان عن طريق القانون ميو اللي هو ان وان اي وان على اتنين ار وان ده اللي هو الملف اللي بر ودي كده هتكون ار وان طيب زائد ميو ان تو اي تو على اتنين ار تو وتقدر تجيب البي توتل عند النقطة اللي عند مركز الملف ده الكلام ده لو كان له مركز مشترك وفي نفس الاتجاه الطيار طالما في نفس الاتجاه يبقى المجال برضو هيكون في نفس الاتجاه طب لو انا عندي ملفان دائريان بالشكل ده كده في نفس المستوى ولهم ايضا مركز مشترك ولكن اتجاه الطيارين في عكس الاتجاه لو انت جيت للملف الداخلي هتلاقي اتجاه مجاله للخارج ولو جيت للملف الخارجي هتلاقي اتجاه مجاله للداخل وبالتالي البي توتل عند المركز هتساوي بي كبير ناقص بي صغير تحاول تجيب كسافة الفيض للملف الكبير اه ممكن انا مقصدش هنا كبير اقصد الملف الخارجي انا اقصد اللي كسافة الفيضه هتكون كبير يعني لو الملف الداخلي ده طلعت كسافة الفيضه عند المركز اكبر من الخارجي ده يبقى الداخلي ناقص الخارجي طب لو الخارجي هي اللي اكبر من الداخلي يبقى الخارجي ناقص الداخلي وهكذا طيب الحالة اللي جاية دي برضو مهمة لو انت عندك ملفان ماشي اهو ادي الملف الاولاني بيمر في طيار معين بس الملف التاني بقى عمودي على مستواه زي ما انت شايف كده دول ملفين لهم مركز مشترك ولكن الملفان متعامدين لو بصت كويس للملف الاولاني تعالى كده نطبق قاعدة اليد اليمنى او قاعدة البريمة على كل ملف لو انت جيت للملف الاولاني اللي هو الافقي هتلاقي اتجاه مجاله لاعلى اهو طبقا لقاعدة اليد اليمنى لو انت جيت للملف الاحمر ده هتلاقي اتجاه مجاله جهة اليمين وبالتالي المجالين الموجودين عندنا مالهم المجالان متعامدان وبالتالي البي توتل عند مركز الملفين هتساوي الجزر التربيعي لبي وان تربيع زائد بي توتر بي ده كده بالنسبة لو انت عندك ملفين في نفس المستوى ولهما مركز مشترك برضه بيمر فيهم الطيار في نفس الاتجاه هنا في عكس الاتجاه هنا ملفان متعامدان ولهما مركز مشترك طيب نكمل كده بقيت الحالات الخاصة الموجودة معنا لو انا دلوقتي عندي ملف دائري بالشكل ده اهو والملف ده فيه سلك مستقيم السلك ده هيكون مماس للملف الدائري بالنسبة للنقطة الموجودة عند المركز لو جيت سألتها انت متأثرة بكم مجال هتقولك متأثرة بمجال الملف ومتأثرة بمجال السلك لو انت جيت تشوف اتجاه المجال عند النقطة دي اتجاه الملف هتلاقي للخارج واتجاه السلك برضو هتلاقي للخارج ولو بصيت كويس لطيار الملف وطيار السلك هتلاقيهم الاثنين عند النقطة دي في نفس الاتجاه الاعلى يبقى البي توتل عند مركز الملف الدائري هتساوي البي بتاع السلك زائد البي بتاع الملف وخد بالك ان الار اللي انت هتستخدمها للملف هي في نفس الوقت ال D اللي انت هتستخدمها للسلك لان طالما السلك مماس للملف الدائري يبقى ال R هي ال D طيب تمام تعالى مثلا كده لو انا عندي ملف دائري بالشكل ده كده والسلك برضو مماس بس الطيارين ده طيار الملف هو وده طيار السلك برضو هتيجي عند النقطة ديت وهتسألها يا نقطة انت متأثرة بكم مجال الملف بيأثر عندي ويكون لبرة والسلك مجاله هيأثر عندي بس هيكون له جوة يعني ال B total عند مركز الملف الدائري هتساوي مثلا بي ملف ناقص بي سلك او بي سلك ناقص بي ملف حسب الكبير من الصغير طيب لو انا قابلت برضو ملف دائري بالشكل ده كده وفي سلك بجواره ولكن ليس مماس له الملف ده بيمر فيه طيار مثلا في الاتجاه ده والسلك برضو بيمر فيه طيار في الاتجاه ده اعمل ايه؟ هي نفس الحالة الموجودة هنا طالما الطيارين في نفس الاتجاه يبقى ال B total عند المركز هتساوي بي سلك مثلا زائد بي ملف جميل طيب ولكن في حاجة ال R الموجودة عندنا دي مش هي ال D اللي انت هتستخدمها يعني لو لاحظت ان ال R موجودة لكن ال D هتساوي ال R زائد ال X طيب ده كده لو انت عندك ملف و سلك في نفس المستوى طب لو انا عندي مثلا ملف بالشكل ده كده ناخدها في الجزء ده لو انا عندي ملف بالشكل ده كده و سلك بس المستوى بتاعهم متعامد لو بصيت كويس لمجال الملف مثلا بتطبيق قاعدة البريمة هتلاقي المجال الاعلى لو بصيت لمجال السلك بتطبيق قاعدة اليد اليمنى هتلاقي مجال السلك للخارج وبالتالي هتلاقي المجالان متعامدان يعني ال B total عند المركز ده هتساوي بي سلك زائد بي ملف بس ده متربع و ده متربع وتاخد الجزر التربية ليه بقى لان انت دلوقتي اللي انا فهمت من الجزئية دي كلها ان انت لو عندك ملف دائري تمام وفي ملف دائري تاني في نفس المستوى يعني ايه في نفس المستوى لو الملف ده مثلا في نفس المستوى والملف الموجود عندي تاني في نفس المستوى ولهما مركز مشترك لو لقيتوا الطيارين في نفس الاتجاه جمع عند المركز لو لقيتوا الطيارين في عكس الاتجاه يبقى أكيد المجالين في عكس الاتجاه فهطرح الكبير من الصغير طيب لو أنا مثلا عندي ملف وملف تاني اللي تنين متعمدين على بعض متعمدين ولهما مركز مشترك يبقى كسافة الفيد عند المركز المشترك هتساوي الجزر التربيعي لمجموع مربعيهم ونقصد هنا بكسافة الفيد بتاع كل ملف أما لو لقيت بقى ملف وسلك مماس له واللي الطيارين برضه في نفس الاتجاه يبقى المجالين في نفس الاتجاه لقيت الطيارين في عكس الاتجاه يبقى المجالين في عكس الاتجاه وديت الطريقة لتقدر تجيب بيها كسافة الفيد لو أنت عندك نقطة مثلا متأثرة بسلكين وملفين برضه هات محصرة كسافة الفيد معاك قاعدة هلادي اليومنا ومعاك قاعدة البريمة تقدر تعرف بيها اتجاه مجال السلك واتجاه مجال الملف المجالات اللي في نفس الاتجاه أجمعها والمجالات اللي في عكس الاتجاه طبعا أطرحها من يعني لو مثلا لو لقيت مجالين في نفس الاتجاه يمين ولقيت مجالين في حكس الاتجاه شمال أجمع اليمين وجمع الشمال وبعد نطرحهم من بعض تعالى مثلا ناخد مثال كده على موضوع الملف الدائري والسلك هو مثال جميل جدا وهيعرفنا حاجات كتير مهم يلا كده نشوف المثال ده تطبيق بسيط على مجال الملف وسلك للحلقة ده السلك الاول وده السلك التاني بالنسبة لاتجاه الطيار في السلك الاول لاعلى اي واتجاه الطيار في السلك التاني ده السلك الاول اهو وده السلك التاني وده برضو طياره اي وده المركز اللي بيتجمع عنده مجال الايه مجال السلك ده والسلك ده والحلقة دي طيب الحلقة دي بيمر فيها طيار تمام كده بيمر فيها طيار هنقول دلوقتي اي او اتنين اي هنشوف دلوقتي طيب بالنسبة للنقطة دي اول سؤال بيقول ايه بيقول اوجد اتجاه طيار الحلقة لكي تصبح كسافة الفيب عند المركز تساوي صفر عايزين بقى نفهم كده الجزء ده لانه جزء مهم اوي اول حاجة بيقول اوجد اتجاه طيار الحلقة يا طرى طيار الحلقة ده هيكون ماشي مع عقارب الساعة ولا هيكون ماشي عكس عقارب الساعة ده ليه عشان تبقى كسافة الفيضة عند المركز تساوي صفر طيب تعالى كده نبص عند المركز بالنسبة للسلك واحد لو طبقت عليه قاعدة اليد اليومنا اتلاقي المجال هنا داخل والمجال عند المركز خارج يعني مجال السلك الاول عند المركز هيكون نقطة طيب ومجال السلك التاني عند المركز هيكون هيكون للداخل المجالين اللي في نفس الاتجاه طب انا ممكن اعدل بس طيار ده كده عشان نقدر نزبط ده طياره الاعلى ده طياره لأسفل مجال السلك الاولاني للخارج ومجال السلك التاني ايضا للخارج يبقى لازم عشان النقطة دي ركز كده معايا عشان النقطة دي تبقى نقطة تعادل او كسفت الفيضة عندها بتساوي صفر يبقى لازم لازم يكون مجال الحلقة للداخل يعني باختصار شديد مجال السلك الاول عند المركز للخارج مجال السلك اتنين عند المركز للخارج يعني لو انت اعتبرت ان ده مجال السلك الاول واعتبرت ان ده مجال السلك التاني والمجالين هيبقوا للخارج يبقى غصبا عني لازم يكون مجال الحلقة للايه للداخل ده لازم لازم وعشان مجال الحلقة يبقى للداخل لابد ان يمر طيار في الحلقة مع عقارب الساعة يبقى الاجابة يكون اتجاه طيار الحلقة مع عقارب الساعة ليه بقى يا جماعة احنا قلنا مجال السلك الاول هيكون للخارج مجال السلك التاني هيكون للخارج برضو اذا لازم يكون مجال الحلقة للداخل واد الكلام ده لو ده مثلا ايوان وده اي تو وده اي مش هتفرق طيب نبص كده على السؤال التاني بيقول ايه بيقول اذا كانت كسافة الفيض عند مركز الفيض عند مركز الحلقة عند دوران الحلقة تسعين درجة علما بان كسافة فيض الحلقة هي بي وهديك اختيارات كمان عشان اسهل عليك يا ترى البي توتل عند المركز هتبقى بي ولا هتبقى اتنين بي ولا هتبقى بي جزر اتنين ولا هتبقى صفر تعالى كده نشوف ايه الوضع انت دلوقتي بتقول لي اذا كانت كسافة الفيضة عند مركز الحلقة دي بصفر يبقى خلاص يبقى المجال الناشئ عن السلك ده والسلك ده مجال الحلقة هيكون قدهم وعكسهم اذا كان مجال السلكين لبرة يبقى مجال الحلقة هيبقى الجو طب تمام ماذا يحدث لكسافة الفيضة عند مركز الحلقة لو الحلقة دي دارت تسعين درجة بص كده الحتة اللي جاية دي بس علما بان كسافة فيض الحلقة هي بي طالما الحلقة دي بتشارك عند المركز بي بي يبقى البي ده مجال الحلقة اذا السلك ده والسلك ده مجالهم برضو للخارج هيكون بي والسلكين نفس الطيار لو بيمر هنا اي وبيمر هنا برضو اي فالمجالين هيكونوا قد باع يبقى اذا السلك الاول هيشارك بنص بي عند المركز لبرة والسلك التاني هيشارك برضو بنص بي عند المركز لبرة نقول الحتة دي تاني عشان نفهمها كويس انا دلوقتي عندي ملف دائري وعندي سلكين الملف الدائري اللي قدامك ده المجال بتاع السلكين السلك ده مجاله نص بي للخارج والسلك التاني الموجود هنا برضو مجاله نص بي للخارج يبقى غصبا عني لازم يكون مجال الحلقة بيل الداخل ما انت الاول بتقولي ان النقطة اللي في الوسط دي نقطة تعادل نقولها تاني بسرعة السلك الاولاني ده هو مجاله عند مركز الحلقة نص بيه خارج والسلك التاني مجاله نص بيه خارج ليه قلت الكلام ده لان انت اقيل لي بلسانك ان مجال الحلقة بيل الداخل طب لما الملف ده بقى يدور تسعين درجة يبقى اصبح مجال السلكين للخارج ومجال الحلقة ماله متعامد عليهم تعال كده نبص للجزء ده يعني انت اصدق تقولي دلوقتي ان مجال السلكين ومجال الحلقة بقى مجال الحلقة فين مجال الحلقة بقى اتجاهه كده ومجال السلكين بقى البر اذا المجالين هيكونوا متعامدين اذا المحصلة الموجودة عندي دلوقتي هتكون بيه جزر اتنين نقولها تاني مجال السلك الاول خارج بر مجال السلك التاني خارج برا طب مجال الحلقة كان في الاول اللي جوه وبالتالي لما تلف الحلقة دي تسعين درجة اللي هيحصل ان مجالها هيكون عمودي على السلكين وبالتالي هختار البي جزر اتنين ده اول نقطة موجودة معاي طيب اذا عكس طيار احد السلكين ركس كده لو طيار احد السلكين ده عكس يعني مثلا طيار اي وان ده عكس بقى مثلا بدل ما هو الفوق بقى التحت ايه اللي هيحصل يا طرى بي توتل عند المركز هتساوي ايه هتساوي البي برضو ولا اتنين بي ولا بي جزر اتنين ولا زيرو تعال كده نبص لو انت دلوقتي عكست طيار احد السلكين اصبح مثلا عكست طيار واحد بدل ما هو الاعلى خليته لاسفل طب ما انت يا واحد كما جالك الاول للخارج لما عكس طيارك طيارك هيبقى مجالك هيبقى للداخل فمجال السلك الاول هيلاشي مجال السلك التاني مش هيفضل عندي عند المركز الا مجال الحلقة بس وبالتالي المحصلة هتكون بي بس لهو مجال الحلقة تاني لو انت عكست طيار السلك ده اتجاه مجاله هنا هينعكس وبالتالي الطيارين الطيارين اللي موجودين عندنا المجالات الناشئة عنهم هيلاشوا بعض فمش هيفضل عندي غير مجال الحلقة بس وبالتالي بي توتل عند المركز هتساوي بي بتاع الحلقة لان مجال السلك الاول لاش مجال السلك التاني طيب تمام ناخد برضو واحدة كمان كده اذا زاد طيار احد السلكين لو طيار احد السلكين زاد للضعف يبقى البي توتل عند المركز يا طرح هتساوي ايه؟ هتساوي البي ولا هتساوي اتنين بي ولا هتساوي واحد ونص بي ولا هتساوي نص بي تعالا كده نشوف لو انت زودت طيار السلك ده للضعف مش انت يا واحد كنت مجالك عند المركز نص بي لفوق اه تمام طيب وبالتالي انت لما زود طيارك للضعف يبقى انت مجالك هيبقى بي لفوق وبالتالي السلك ده هيبقى نص بي لفوق كده السلكين مخرجين واحد ونص بي يبقى الحلقة لجوة بي فالفرق ما بينهم هيكون ايه؟ نص بي وده هيكون لصالح السلكين ده كده نشاط بسيط عن حلقة وسلكين دلوقتي انا اخدت نشاط بسيط جدا بيقول لو انا عندي حلقة والحلقة دية فيه سلكين ممسين للحلقة دي انا اكتشفت من النشاط ده ان مجال السلك الاول هيكون خارج من الحلقة مجال السلك التاني هيكون خارج من الحلقة فلازم يمروا طيار في الحلقة عشان مجالها هيبقى للداخل وقدهم لازم يكون قدهم وعكسهم جميل طب لو انت دلوقتي دورت الحلقة دي 90 درجة ايه اللي هيحصل؟ هيصبح مجال السلكين متعامد على مجال الحلقة وبالتالي تصبح البي توتل الجزر التربيعي لمجموعة مربعهم مين ومين مجال الحلقة ومجال السلكين طب لو لفت الحلقة دي 180 درجة لا ده كده بقى مجال السلك الاول كان نص بيه خارج ومجال السلك التاني نص بيه خارج ولما تلف الحلقة 180 هيبقى كمان بيه خارج فيبقى كسافة الفضاء عند المركز 2 بيه جايين منين لتنين بيه النص بتاع السلك الاول اللي خارج والنص بتاع السلك التاني اللي خارج وكسافة فضاء الحلقة لما تلفها 180 برضو هيبقى مجالها للخارج ده كده نشاط بيعرفك طب لو انت زودت طيار احد السلكين مثلا للضعف طب ما انت كنت الاول لك نص بيه خارج وده نص بيه لما طيار يزيد للضعف هيبقى المجال بتاع السلكين اللي خارج واحد ونص بيه وبالتالي مجال الحلقة هيبقى بيه لجوه والمحصلة هتبقى نص بيه لصالح السلكين وهكذا ده بالنسبة للملف الدائري والسلكين الموجودين عندنا احنا اللي فهمنا دلوقتي نالوا وقابلني نقطة وروح واسألها قل لها يا نقطة هو انت متأثرة بكم مجال تقول لك مجال الملف بيأثر عندي مجال السلك الاول بيأثر عندي مجال السلك التاني بيأثر عندي تمام يبقى انت متأثرة مثلا بتلات مجالات امسك ايدي اليمين وحاول اجيب اتجاه كل مجال عند النقطة جميل برضو بعد ما جبت اتجاه كل مجال عند النقطة احاول بقى اشوف بقى نفس الاتجاه عكس الاتجاه متعمدين واجيب المحصلة باللي انت تعلمته في الصف الاول السنوي او الصف الثاني السنوي واحنا برضو قلنا honesty في الصف الثالث السنوي ده كان تطبيقات بسيطة لو انت عندك نقطة متكونة من كذا ملف طيب نيجي دلوقتي لتطبيقات على قانون الملف الدائري فيه تطبيقات مهمة جدا موجودة عندي على قانون الملف الدائري ياريت نخل بالنا من الدطبيقات دي كويس اه طبعا انت عندك لو انت عندك ملف دائري حلقة مثلا او ملف دائري اتعلمت ان البي كسافت الفيضة عند مركز الحلقة دي بيساوي ميو ان اي على اتنين ار. جميل. دلوقتي الميو لازم تكون عندك لو في الهواء اربعة باي في عشرة والسرب سبعة عدد اللفات موجودة شدة الطيار وهكذا. طيب اول حاجة عدد اللفات. عدد اللفات الموجودة عندي دي ممكن ما يجيبها لكش بطريقة مباشرة. في مثلا لو انت عندك السلك المصنوع منه الملف الجزء ده مهم جدا. انا هتديك دلوقتي عشرة متر سلك. خلي خلي بالك معايا فقف الجزء ده كده. ويفهم بالراحة من غير قوانين ومن غير اي حاجة. انا هتديك متر سلك طوله عشرة متر. حلو كده? تمام. وهطلب منك ان انت تعمل لي منه ملف دائري مكون من عشر لفات. فهمت ايه? سلك عشرة متر هعمل منه عشرة لفات. ايوة سمعك بتقول ان محيط اللفة هيبقى واحد متر. يعني انت دلوقتي ربط ما بين طول السلك وعدد اللفات ومحيط اللفة. نبدي مثال كمان هتديك سلك عشرين متر. تمام? وهعمل منه عشرة لفات. اكيد اللفة هيبقى المحيط بتاعها اتنين متر. يعني انا هنا ممكن اعمل قانون بالفهم البسيط كده ان طول السلك المصنوع منه الملف بيساوي عدد اللفات الموجودة عندي في اتنين باي ار لللفة. فده قانون مهم جدا لازم تعرفه. وبالتالي لو انت ممكن مدكش عدد اللفات. يعني انا مسلا ممكن اقول لك ايه? احسب لي كسفت الفضى عند مركز ملف دائري. والمعطيات بتاعتي هديك الميو وديك الاي وديك الار نص الكتر بس مش هديك عدد اللفات هديك مكانه طول السلك. يبقى انت هتديني الميو كمعطي والاي كمعطي والار نص الكتر كمعطي بس بذل ما تديني عدد اللفات هتديني مكانه ايه طول السلك. فانت اول ما تلاقي في المعطيات طول السلك اعرف ان انت ان انت هتستبدل طول السلك ده وهتحاول تجيب عدد اللفات طيب. ممكن اجيب عدد لفات من هنا عدد لفات بيساوي طول السلك L سلك على 2 باي ار لفة ده كده قانون عدد لفات طيب لو انت كتبت القانون بقى هتبقى البي هتساوي ميو ومكان الان هيبقى L سلك على 2 باي ار لفة وعندي الآي زي ما هي وفي هنا ال 2 ار الموجودة عندنا وتقدر تشتغل على فكرة الار دي هي الار دي يعني ممكن تضربهم في بعض وتربع مفيش اي مشكلة في الموضوع وبالتالي احنا كده طبقنا ان اول بس تطبيق بس احنا معانا تليفون الو الله يسلمك ازاك يا الهام تنسعت يا مسترك عندي سؤال اتفضلي يا الهام في سؤال باختف بيقول حلقتين معدنيتين تمام اتفضلي يا الهام سمع تمام وفي مستوى واحد جميل يمر بكل منهما طيار شداتو اي جميل برضو وعملنا شكل في ملف دائري وفيها ملف دائري اكبر منه تاني اه يعني زي ما انت شايفة كده يا الهام اه تمام كده وفي اتجاه المتضبين اه يعني مثلا ده اتجاه الطيار في الملف الداخلي وده اتجاه الطيار في الملف الخارجي هما عكس بعض في الاتجاه جميل يا الهام اتفضل فيكون اتجاه الفض المغناطيسي عند المركز المشترك الى نجط قولي يا الهام انا سمعك طب بصي الهام انا هقولك انت عايزة تقولي ايه انت عايزة تقولي انت معي يا الهام اه طيب انت دلوقتي عندك ملفين ولهما مركز مشترك صح ايه والطيارين قد بعض صح والميو زي بعض صح ايه طب هل اللفات زي بعض يا الهام اه هو كل واحد منهم بيتكون من لفة واحدة اه تمام يعني دي حلقة وده حلقة طب ما تيجي كده نبصه على القانون بي بتساوي ميو ان اي على اتنين ار الميو سابتة للاتنين والان سابتة للاتنين والاي سابت للاتنين يبقى كسفت الفيض هتتوقف على مين دلوقتي نص الكطر ولو سمعت معايا اول حاجة في الحلقة قلتلك ان الملف الدائري بنص كطره لو نص كطره صغر الكسفة تزيد لو نص كطره زاد تفضلي الهام هو بيقول في الاختياري هو عايز اه عند المركز المشترك ايه لا هيبقى يمين الصفحة ولا يسار الصفحة ولا الى داخل الصفحة ولا خارج الصفحة ما هو انت يا الهام حسب انا هقولك اهو اتجاه المحصلة هيكون في اتجاه الملف الداخلي لان هو اللي هيكون نص كطره فلو انت عندك مثلا زي ما احنا رسمنا اتجاه الطيار بتاع الملف الداخلي مع عقارب الساعة يبقى المجال هيكون داخل الصفح معايا ام ولو اتجاه المجال الطيار في الملف الداخلي عكس عقارب الساعة يبقى خارج الصفح فهو ملوش اي احتمال من ده لانك طبعا مش مبينة رسمة بس انا دلوقتي حاولت ان انا نسملك رسمة زيها بس انت فهمت المعلومة الاول ان انا طالما انتم الاثنين نفس الطيار وانتم الاثنين نفس النفاذية وانتم الاثنين نفس اللفات يبقى لنص كطره صغير مجاله كبير ولنص كطره كبير مجاله صغير ومش بس كده دا لو نص كطر الداخلي ده الخارجي ضعف الداخلي يبقى كسافة فويدة الداخلي ضعف الخارجي فاهماني الهم ولا اما اطلق بطة لا اتنع ما كلمست تمام كده طب ايه رأيك بقى الهم انا اجاهز لي كان سؤال مية مية كيف تحصل بتركتين على ملف الاولابي يمر به طيار كهرابي مستمري ويكون له قطباء متشابهان ان شاء الله وانا بشرح الملف الاولابي النهاردة هعملك الجزء ده وهتستمتع جدا بالملف الاولابي لاني هنقول حاجات كتير مهمة ان شاء الله النهاردة في ملف الاولابي عندك اي استفسار تاني يا الهام هو بس هو في الفصل الاول اتفضلي بس يا رب بسرعة الهام حاضر يا مستر عمود كهرابي تمام متصل مع مقاومة ار جميل فكانت شدة الطيار المرة فيه يا اي جميل برضه وعندما وصلت مقاومة اخرى ار على الاثنين تمام مع المقاومة الاولى على التوازي جميل برضه جدت شدة الطيار الابدار احسب المقاومة الداخلية للعمود الكهرابي بدريبة ار طيب ماشي يا الهام انا هقولك فكرتها على طول نحي طيب بص يا الهام هو ايه الحاجة السابتة في الاتنين اللي ما تغيرتش في الدايرة هو الاي مفص لا الاي اتغير والاي والمقاومة الخارجية اتغيرت والاتنين اللي ما تغيروش هو المقاومة الداخلية والفي باتري صح ايا مستر انا هعمل قانون قوم للدائرة المغلاقة للدائرة الاولى هتبقى في باتري اكتبي معايا كده في باتري بيساوي الاي الاي معايا بتكتبي ايا مستر افتح كوس هيبقى ار زائد ار سمور معايا ايا مستر اكتبي بقى بعد التغيير هتبقى في باتري برضو بتساوي ايه الطيار ايه اللي حصل له مزاد للضعف ايا بقى اتنين اي ها معايا الهام ايا مستر وافتح كوس المقاومة المكافئة بقى هتبقى ار في نص ار على ار زائد نص ار معايا ار في مقايا مستر ار ار في نص ار على ار زائد نص ار على واحد ونص يعني دلس شر اللي هي اتنين على تلاتة ام تمام زائد ار سمور نا وساوي المعادلة الاولى بالمعادلة التانية طيار ال في باتري مع ال في باتري هيطلع لك المعادلة كلها فيها قيمة الار بداية ار سمول يا الهام ماشي شكرا يا مستر تمام كده يا الهام اه شكرا تابعينا وان شاء الله هنجاوب على سؤالك اللي هو القطبان المتشابهان مع الملف اللولابي بازن الله شكرا لك يا الهام اه نبدأ دلوقتي بقى نكمل كلامنا اللي احنا بدأناه احنا كنا وقفين على قانون الملف الدائري اللي هو ميو ان اي على اتنين ار قلت ان هو ممكن ما يجيبليش عدد اللفات كده ممكن يجيبلي طول السلك المصنوع منه الملف ما تتخضش جابلك طول السلك المصنوع منه الملف بدل عدد اللفات عادي أنا ممكن أجيب عدد اللفات بدلالة طول السلك المصنوع منه الملف أعمل إيه؟ أقسم طول السلك المصنوع منه الملف على محيط اللفة طب مواما ما جابليش محيط اللفة ما هم يديك نص قطرة اللف تقدر تشتغل عليها وتجيبي الكلام ده كذلك برضو في حاجة كمان ممكن يجيب لي الميو ويجيب لي الان ويجيب لي الاي وما يجيب ليش نص القطر بتاع الملف ويجيب لي ما كانوا طول السلك عادي برضو اجيب نص القطر منين من طول السلك هقوله النص القطر ده طبعا مش انت عندك طول السلك بيساوي عدد اللفات في 2BR لفة هات منها الار براحتك يعني خلاصة الموضوع ان المعطيات اللي موجودة عندي هي اللي بتحدد انا هشتغل ازاي الميو موجودة والاي موجودة والان موجودة والار موجودة ده تعويض مباشر طيب لو الميو موجودة والان مش موجودة بس مديك مكانها طول السلك هعرف اجيب الان من طول السلك وكذلك الاي والار طيب ممكن كمان اول ما تلاقيه بقى جاب لك بيانات السلك والمقاومة النوعية ومش يعرف كده همعلم ان انت هتبدل شدة الطيار دي وتحط مكانها في باتر على ار والموضوع دخل في المقاومة الكهربية تعال كده نكتب القانون ده ونشوف يقدر يوصلنا لايه هنشتق دلوقتي من القانون ده صور حلوة قوي اول صورة لو انا مثلا الاي الموجودة عندي دي بتساوي في باتر على ار حيث ار بتاع الدائرة كلها اللي هي بتاع الملف يبقى البيها تساوي ميو زي ما هي الان زي ما هي هنشيل الاي ونحط مكاننا في باتري على الاتنين ار زي ما هي وفي هنا ار طب تمام طب انا ممكن كمان اشيل الار دي الموجودة عندي ده ايه وحط مكانها رو اي اللي على ايه جميل برضو ويبقى البيها تساوي ميو الان ما تغيرتش البي باتري زي ما هي الاتنين ار زي ما هي بس الار هيبقى مكانها رو اي ال على ايه بس اخب بالك بقى ال ال هنا بتاع السلك والاي هنا بتاع السلك برضو اما الار دي بتاع اللفة ماشي طيب انا ممكن اشيل عدد اللفات هنا واحط مكانها القانون اللي انت لسه اقيل عليه ممكن اشيل عدد اللفات من هنا ويبقى القانون شكله عامل كده ركز بقى البيها تساوي ميو زي ما هي الان هيبقى مكانها طول السلك اللي سلك على اتنين باي ار لفة تمام والبي باتري زي ما هي والاي زي ما هي الاي بتاع السلك خلي بالك برضو والاتنين ار زي ما هي والرو اي زي ما هي والاي بتاع السلك هنا وديت هتلاحظ بقى ان طول السلك ممكن يروح مع طول السلك وبالتالي يطلع للقانون البي بتساوي ميو في باتري الاي بتاع السلك وممكن اشيلها وحط مكانها باي ار تربيع على اتنين في اتنين باربعة باي ار تربيع في الرو اي المقاومة النوعية ده قانون صورة برضو اظن في بعض الكتب في قانون القانون ده في مسألة تتحل بيه فاحنا عايزين نكون فهمنا الجزء الجزء الموجود ده كويس قوي وهو لما ما يجيب ليش طول السلك المصنوع منه اه الملف انا ممكن يعني ولا جايب لي عدد اللفات ولا جايب لي طول السلك قايت لقي جايب لك الرو اي ومساحة مقطع السلك يبقى اي بيان من بيانات السلك اعرف ان انت هتشير عدد اللفات وتحط مكانها طول السلك على اتنين باي ار تمام كده وبالتالي احنا كده طبقنا طب فيه شكل تاني للتطبيق للملف الدائري لو كان الملف الدائري جزء من اللفة يعني بمعنى انت مثلا عندك سلك صغير وصنعت منه ملف دائري بالشكل ده كده مثلا اهو انا دلوقتي صنعت ملف دائري بالشكل ده كده وانا مش عارف الجزء ده اللي تصنع منه الملف هل هو اه نص لفة الو ايا الو ازاي كاية ازهر الخط قطع معنا منتظرين كاية تاني طيب نبص كده على الملف بتاعنا لو انا دلوقتي عندي ادي جزء من اللفة انا مش عارف ازا كان ده نص لفة ولا ده ربع لفة انا مش عارف بالزبط ولكن هو ممكن يديني طول السلك ده او بنقول عليه طول الكوس وهيديني نص الكتر ممكن من خلال طول الكوس ونص الكتر اقدر اجيب عدد اللفات لان عدد اللفات هنا يا جماعة هتساوي طول الكوس على اتنين باي ار لفة ولو بصت كويس للقانون ده هتلاقيه هو القانون القديم لان طول الكوس هو طول السلك طب سعاد بقى بيعمل كده بيعمل ايه بيجيب لي الزاوية اللي صنعها القوس ده يقولك الزاوية دي مثلا مثلا 120 درجة طب اعمل ايه فيه برضو قانون تقدر تكتبه لان بيقول ان عدد اللفات بيساوي اللي هي سيتا اللي انت مدهالي على 360 ليه لان اللفة الوحدة هتاخد 360 وبالتالي لو دي 120 على 360 الصفر مع الصفر وبالتالي هتطلع تلت لفة يبقى انت برضو لو جات لك عدد اللفات بالشكل ده لو جاب لك جزء من ملف دائري تقدر تحسب عدد اللفات يا اما بالقانون ده يا اما بالقانون ده ده كده الشغل بتاع عدد اللفات طيب فيه برضو تطبيقات تاني على الملف اللو لابي بس بقى التطبيقات اللي جاية دلوقتي هدية مهمة اوي وعملة مشاكل كتير جدا عند الطلبة ايه هي اللي هو انا عندي ملف دائري وقصت منه جزء ملف دائري واقعدت تشكيله فانا دلوقتي هتكلم عن لو انت قصت جزء من ملف دائري ايه اللي يحصل ولو انت قعدت تشكيل ملف دائري ايه اللي يحصل نبتدي بايه يلا نبتدي باعدة التشكيل بس اركز شوية في القلمتين انا اقول هم لك دول لانهم مهمين اوي طيب انا دلوقتي عندي ملف دائري اديتك دلوقتي سلك عشرة متر اللي انا كنت مدهولك قبل كده والعشرة متر دول قلت له خد اصنع لي بيهم ملف دائري رحت ماسك حتة انبوبة كده او مصورة او اي حاجة وروحت اعمل ملف دائري وما طولتش الملف الدائري بيتمايز ان هو السمك بتاعه صغير وروحت اعمل ملف دائري ملف دائري ملف دائري وقلتلي اتفضل ده الملف الدائري اللي انت طلبته مني طب هقولك عملت بيه كم لفة قلتلي ده خمسين لفة قلتلي اخ لا ماينفعش انا عايز الملف ده ميت لفة هعود افكر ومش هتديك طول سلك زيادة هم نفس العشرة متر الموجودين معاك زي ما عملتلي ملف خمسين لفة هتعمل لي ملف ميت لفة اني اصغر نص الكتر الموجود عندنا وهو ده المعلومة اللي انا عايز اقولها لك في حالة اعادة تشكيل اي ملف بدون اضافة سلك خارجي بيكون عدد اللفات على حساب نص الكتر هتزود عدد اللفات للضعف يبقى لازم تقلل نص الكتر للنص دي ما فيهاش كلام سواء ملف لو لبي اللي جاي بعد كده او ملف دائري نقولها تاني المعلومة في حالة اعادة تشكيل اي ملف يكون عدد اللفات على حساب نص الكتر يعني لو هتزود اللفات ثلاث امثال يبقى لازم تقلل نص الكتر للتلت هتقلل اللفات للنص يبقى لازم ازود نص الكتر للضعف خلاص كده يا جماعي يعني انا هنا اه دركت بعلاقة مهمة قوي على موضوع عدد تشكيل ده اه تمام انا ممكن اقول له طب انت جبت العلاقة دي منين انا بقول ان طول السلك بيساوي عدد اللفات في اتنين باي ار لفة هو مش طول السلك ده ثابت ايوة ثابت يبقى عدد اللفات ونص الكتر اللي اتنين بيتناسبوا مع بعض تناسب عكسي يعني اقدر اقول ان ان ون على ان تو بيساوي ار تو على ار ون ودي من العلاقات المهمة جدا في حالة اعادة التشكيل يبقى في حالة اعادة التشكيل القانون ده مهم جدا تشتغل عليه طيب ناخد مثال كده ونفع بيقول اعادة تشكيل ملف دائري بحيث زادت لفاته للضعف فان كسافة الفيض عند مركزه نقط علما بان طول السلك ثابت الو السلام عليكم ازاك نورهان عامل ايه الحمد لله الحمد لله اخبارك الحمد لله السنوان عامل ايه عندكم الحمد لله انت علم علومة اللي علم رياضة علم علوم طبعا ماش طبعا ايوة كده السقة دي احنا محتاجينها اهلا بيك يا نورهان اتفضلي يا نورهان اعمل مش تفضلي جميل اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه منها. يعني لو المقاومة اقل واحدة بنص فاكيد المقاومة الكلية يكون اقل من نص. اقل من نص. فهي الفكرة في كده بس. هقوله لان المقاومة الكلية في حالة المقاومات المتصلة على التوازي اقل من اقل مقاومة. فلابد من معرفة قيمة اقل مقاومة. تمام. تمام. آآ عني سؤال كمان بقى اختر. اتفضل. بالدائرة المبينة آآ بالرسم. جايب دائرة كده وفيها مقاومتين على طب قولي بس السؤال وانا يعني احاول افتكر الرسمة او اشوفها وهنا اعرفها مع بعض يعني ان شاء الله. مقدار التي تجعل قراءة الانيتر تساوي سفر. آآ آآ ده سؤال يا نورهان الفين وتمنتاشر. آآ. آآ تمام. هو جايب بيقول جايب دائرة كده بسيطة بيقول آآ ممكن بس اتمليني الناحية ال آآ هنا كده جايب بطارية في باتري وجايب مقاومة تلاتة بيتهيأ لي على ما اتذكر. آآ. صح. وجايب هنا مقاومة اربعة على ما اتذكر برضو. صح. وجايب هنا مقاومة اتنين على ما اتذكر برضو. تمام. البطارية دي كم بقى نور? اتناشر. اتناشر. وهنا جايب اميتر صح? آآ وفي بطارية تانية من ناحية التلاتة. آآ ما هي بطارية من ناحية التلاتة ما هي دي? كم بقى دي? لا وفي بطارية من ناحية الاثنين. تمام اللي هي الاثناشر. اه. وهنا اسمها في باتري. اه. وبيسأل يا ترى ايه هي قيمة الفي باتري اللي هتقدر تخلي اه شدة الطيار اللي هو قراءة الاميتر ده بصفر. يعني الفرع ده يا نور معايا نور. اه. الفرع ده كده هتكون شدة الطيار فيه بصفر. تمام. فانت لازم لازم تتخيل الدائرة من غير مرور طيار هنا. هتكون عبارة عن بطارية اتناشر ومقاومة اتنين ومقاومة اربعة. تمام. تمام كده? مم. طيب دلوقتي لو انت وطبعا هو كاتب دي اتناشر فولت وكمان في حتة مهمة جايب ان الاربط سوصفر. اه. صح كده? تمام. اه. وبالتالي انت لو حسبتي البطارية اللي عندي اتناشر والمقاومة اللي عندي ستة فالطيار اللي هيمر هنا كام يا نور? اه اه اتناشر فرق جهد وستة مقاومة. طيب تابع معنا يا نور وانا هحللك المسألة مكمل معاكي. اه وبنشكرك طبعا. اه بالنسبة للطيار هنا يا نور هيبقى اتنين امبير. فالطيار اللي هيبقى ماشي هنا هيكون اتنين امبير. والطيار اللي ماشي هنا هيكون اتنين امبير. لو انا طبقت قانون كرشوف التاني على المسار اللي هو اي بي سي دي. طبقت قانون كرشوف التاني هنا. بس خلي بالك يا نور خلي بالك. المقاومة تلاتة فرق جهدها صفر. لان مش هيمر فيها طيار. وبالتالي هتلاقي اللي اتنين فاربعة كان بتمانية. فالبطارية دي هتتطلع تمانية فولت. لو طبقت قانون كرشوف هنا. هلاقي ان الحتة دي كده ما فشل لجهدين. جهد البطارية وجهد المقاومة. جهد المقاومة الاتنين فاربعة تمانية. وبالتالي البطارية لازم ان تطلع كام يا نور. تمانية فولت. وده من الاسئلة المهمة اللي جات في دور اول الفين وطمنتاشر. ومن الاسئلة الجميلة كانت جديدة جدا. وطبعا ده يعني حال الامتحان. لازم ان يكون فيه جزء كده بسيط. وفي نفس الوقت فكرة جديدة. احنا بنشكر نور على برضو سؤالها ومشاركتها الجميلة. ونرجع نكمل سؤالنا بقى اللي احنا قلنا. فاكريه احنا واقفين فين? واقفين عندي اعادة التشكيل. عندي ملف دائري. السلكة عشرة متر. وانت كنت عامل منه خمسين لفة. وانا جيت قلت لك لا. انا عايز كام? ميت لفة. فطبعا نص القطر لازم يقل للنص? انا هنا برضو عملت نفس الفكرة. وديتك سؤال. بيقول ايه السؤال? بيقول اعيدة تشكيل ملف دائري. بحيث زادت لفاته للضعف. هو لما لفاته تزيد للضعف. ايه اللي يحصل? اللفات الان وان كانت بان. الان تو بقت باتنين ان. طب على طول من غير تفكير. الار وان كانت بار. يبقى الار تو على طول تقلل للنص وتبقى نص اار. ده كده اللي انت استنتكته. هل في اعادة التشكيل الميو بتتغير? لا الميو سبت. هل في اعادة التشكيل اه نص الكترة اتغير? طبعا نص الكترة والقانون اهو نكتب القانون بتاعنا عشان الشغل كله لازم ان يبقى على قانون. هتقول له ان بي بتساوي ميو ان اي على اتنين ار. هل في اعادة التشكيل الميو تغيرت? لا الميو سبت. هل شدة الطيار تغيرت? لا لانك ما غيرتش السلك. انت بتقول لي علما بان طول السلك سابت. وبالتالي شدة الطيار ما تغيرتش. والمفروض ان احنا وصلنا مع نفس المصدر. وبالتالي التغير هيبقى في الان والار. يعني اقدر اقول له ان بي وان على بي تو هتساوي ان وان على ان تو في ار تو على ار وان. وانا مش ممكن اشيل ار تو على ار وان وحط مكاننا ان وان على ان تو. يعني القانون ممكن يبقى بي وان على بي تو. بيساوي ان وان تربيع على ان تو تربيع. وبالتالي اللفات طالما زادت للضعف يبقى كسافة الفيضة عند المركز هتزيد اربع امثال. والكلام ده ممكن نطبق بي وان بي بي تو عايزها. ان وان بقت بان ان تو بقت باربعة ان تربيع. تربيع راح مع التربيع. فاصبحت ان بي تو بتساوي اربعة بي وان. ده كده يا جماعة الجزء اللي احنا المفروض نكون فهمناه في حالة اعادة التشكيل. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي ملف دائري واعيدة تشكيله. لازم تكون عارف لو انا زودت اللفات يكون على حساب نص القطر. الموضوع ده بيفكراكش بحاجة. ايوة بيفكرني بيفكرني بايه? بيفكرني بسحب السلك في الفصل اول. لما سحبنا سلك الطول زاد والمساحة قلت من غير ما يقولي. هو هنا ما قالكش نص القطر قل. بس انت اللي استنتقت طالما اللفات زادت للضعف يبقى نص القطر هيقل للنص. ده في حالة اعادة التشكيل. نيجي بقى للجزء التاني والمهم وهو قص جزء من الملف. انا دلوقتي بعد ما صنعت من السلك اللي عندي ملف دائري. لقيت الملف كده لفاته كتير وابتاع ومحتاج ان انا عقص منه شوي. روح تماسك القصافة الكهربية او المقص الكهربية وروح تقصيت وربع الملف. ورميته. وبيقى عندي ايه بقى دلوقتي? بقى عندي تلات تربع الملف. يا ترى ايه الليUDتغير و ايه اللي فضل سابت? هل لما انت قصيت نص القطر تغير? لأ. نص القطر ما تغيرش. هل لما انت قصيت النفاذية تغيرت? لأ برضو النفاذية ما تغيرتش. اما ال ايه اللي تغير? اللي تغير? عدد اللفات قلوا بقى تلات ولو انت وصلت الملف القديم ده بعد التجديد بقى وصلته بنفس البطارية يبقى كده اقولك ان المقاومة قلت وبالتالي الطيار هيزيد لأ تاني الحتة دي في حالة قص ملف دائري ايه اللي هيحصل الميو سابت ما تتغيرش نص الكتر سابت ما بيتغيرش ايه اللي تغير عدد اللفات قلت وشدة الطيار المفروض انها زادت طب تسمعها مني ملحوظة كده قرب ودنك كده في حالة قص ملف دائري عند قطع جزء منه وتوصيل ما تبقى او الجزء المقطوع بنفس البطارية كسافة الفيض مش هتتغير تاني هقولها تاني احفظها كويس وعلمها عشان ما يجي ملف لو لا بي كمان شوية في حالة قص جزء من ملف دائري وتوصيل ما تبقى منه بنفس البطارية فان كسافة الفيض عند مركزه تظل سابتة ليه لان اللي هينقص من اللفات هيزوده الطيار اللي هينقص من اللفات هيزوده الطيار نقول تاني في حالة قطع جزء من ملف دائري طب اسمع الجديد هو في حالة كمان زيادة لو انا دعمت وجبت سلك من بره عمال ازود ازود اللفات ازود ازود هو انت بتعمل ايه كده انا بزود اللفات طب وفي نفس الوقت ما انت بتزود المقاومة وبتنقص الطيار فاللي هتزوده اللفات هينقصه الطيار طيب تمام كده يا جماعة يعني احنا دلوقتي واقفين على الملف الدائري تقريبا خدنا كل الحالات اللي فيه خدنا حالة اعادة التشكيل خدنا حالة قطع جزء من الملف خدنا اللعب على عدد اللفات خدنا اللعب على الطيار واول ما يجيب لي طول السلك اعرف اعمل ايه خدنا كمان اللي هو لو جاب لي بقى سيرة مقاومة السلك ونص قطر السلك وطول السلك اعرف ان فيه كده شغلة على المقاومة بتاع السلك كمان عرفت لو انا عندي ملفان دائريان ولهم مركز مشترك اعمل ايه طيب انا دلوقتي عايز اعملك سؤال كده ممتاز تمام كده السؤال ده هيبقى جامد جدا بيقول ايه لو انا عندي دلوقتي ملف دائري وسلك حلو كده ملف دائري وايه وسلك يا ترى وخلي بالك اه طيار السلك غير مختلف مع طيار الملف مش ولهم يا مركز مشترك طب هقول لك حاجة انا ان شاء الله كمان شوية كده ان شاء الله هنطلع فاصل وارجع لك بالسؤال ده مية مية وطازة ونكتبه على الداتا بتاعتنا ونزبط الدنيا حتى كون جهزت لك السؤال بطياره بنص قطر بكل حاجة ان شاء الله باذن الله احنا احنا اه حاليا دلوقتي هنطلع فاصل خصير جدا وان شاء الله انتظرونا راجع لكم بسرعة اه انتظرونا مستنين فضل احنا اه مع اه برنامجكم المتميز ان احنا نقدر نكمل الكلام اللي احنا بدأناه قبل الفاصل وطبعا احنا احنا شفنا فاصل جميل في مجموعة من علماء الفيزياء اه ولكن احنا هنستكمل ما بدأناه واحنا على وشك الانتهاء من الملف الدائري والتطبيقات عليه اه هبدأ دلوقتي اراجع بسرعة كده اللي احنا قلناه احنا قلناه زي ما قلنا الملفين لهم مركز مشترك اه عندي كمان ملف وسلك اه عندي كمان اه في حالة عدد اللفات جزء من ملف او ملف عدد لفاته كتير بس مديني ما كان عدد اللفات طول السلك كمان خدت سؤال متميز جدا ما بين سلكين وملف وهكذا اظن كده الملف الدائري احنا اه تقريبا قلنا كل الاجزاء بتاعته ولكن فاضل بس السؤال صغير على ملف دائري وسلك اه ان شاء الله بإذن الله الجزء اللي جاي على طول هنبدأ ندرس المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهرابي في ملف لولابي بس قبل ما نبدأ في الملف اللولابي نشوف كده السؤال ده انا جاهزته لك في الفصل عشان نقدر نبص عليه كويس قوي بص كده بيقول ان انا عندي سلك طياره اي وان لاعلى وعندي ملف اللي هو حلقة يعني عشان انا قلنا في السؤال حلقة وطيارها زي ما انت شايف مع قرب الساعة وده مركز الملف بيقول ايه بقى اذا كانت كسافة الفضاء عند مركز الحلقة تسوي صفر المعلومة دي لازم تعرف ان طالما كسافة الفضاء عند مركز الحلقة تسوي صفر يبقى اكيد مجال السلك عند المركز قد مجال الحلقة عند المركز طيب فان طيار السلك اللي هو اي وان ده ماله اكبر من اقل من او يساوي طيار الحلقة اللي هو اي تو يا ترى نبص على السؤال كويس اذا كانت كسافة الفضاء عند مركز الحلقة تسوي صفر فان طيار السلك نقط طيار الحلقة ده سؤال معتمد على واحد فاهم جدا ان اول ما يلاقي كسافة الفضاء عند مركز الحلقة هتساوي صفر يقدر يقول ان بي سلك هيساوي بي ملف طيب ماشا نعوض البي بتاع السلك ميو الاي بتاع السلك باي وان على اتنين باي دي هيساوي البي بتاع الحلقة ميو ان اي تو لو طيار الحلقة على اتنين ار لو انت بصيت كده للقانون اللي معنا ده هنبدأ نشوف بقى الميو هتروح مع الميو تمام والدي هتروح مع الار اش معنى ما هو الدي هي الار لان السلك ده ما ماس يعني لو دي اعتبرتها اار في نفس الوقت هي دي عند مركز الحلقة الاتنين هتروح مع الاتنين طيب والان عدد لفات بواحد فيفضل عندك ان اي ون بتعمين بتاع السلك على واحد ولا على باي على باي هيساوي ال اي تو بتاع الحلقة يبقى باين او من العلاقة اللي الكتبت دي مين اكبر البي دي معروفة على فكرة ب13 و14 من مية او رقم اكبر من الواحد يبقى يا جماعة طيار السلك اكبر من طيار الحلقة ليه لان طيار السلك بيساوي طيار الحلقة مضروب كمان في رقم اكبر من واحد طيب او طيار الحلقة هو طيار السلك بس بعد ما تقسمه على باي يبقى باين قوي ان طيار السلك هيكون اكبر من طيار الحلقة وده كان سؤال ختاما لتطبيقات على الملف الدائري وربطها بالاسلاك يبقى احنا كده يا جماعة خلاص اه اظن ان احنا خدنا كل التطبيقات على الملف الدائري وازن ان كان الشرح وافي الحلقة اللي فاتت والتطبيقات انا حاولت على قد ما اقدر ان احنا نجيب كل الاشكال اللي ممكن تقابلك في استخدام قانون الملف الدائري اه وهنبدأ بقى دلوقتي بالملف اللولبي دلوقتي لو انا عندي سلك السلك ده موجود معايا اهو طول ما هو مستقيم بيمر في مجال مغناطيس تشكله على هيئة ملف دائري المجال بتاعه يبقى شبه المغناطيس القصير تمام اما بقى تخيل لو انا جبت السلك ده وبدأت اليفه على هيئة ملف لولبي لولبي زي ايه اللولبي دا يا مستر اللولبي دا زي السلك اللي موجود في كشكول السلك زي سلك التليفون زي النابط شفت النابط كده ده عبارة عن ملف للولبي يعني شكله هيبقى عامل كده الملف اللولبي لو انا دلوقتي بصيت على الملف اللولبي هلاقي شكله عامل كده. ده كده. ملف الاولابي. اهو. ده قلبه هوائي. طيب ساعات باللف الملف الاولابي على قلب من الحديد. ركز بقى عشان لفة الملف الاولابي على قلب الحديد مهمة اوي. اهو. ده كده ملف ملفوف على قلب من الحديد زي ما انت شايف. اهو. ده كده ملف الاولابي. ده ملف البحديد. تمام. وده ملف البهوة. البهواء. طيب. ده ملف وده ملف هو ده يا جماعة الملف الاولابي الى انا اقصد. ايه المطلوب منك دلوقتي لو انت جبت الملف الاولابي ده ووصلته مع بطارية مثلا. يا ترى اين يحصل? وصلت ده مع بطارية. يا ترى اين اللي يحصل ينشأ عن مرور الطيار القهرابي في الملف اللولبي مجال مغناطيس يمكن حساب المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف اللولبي عن طريق نشوف هو انا دلوقتي لو انا جبت اميتر هنا كده يقس لشدة الطيار وجبت ريوستات تتحكم لي في شدة الطيار هنشوف ايه هنلاحظ ان المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور الطيار القهرابي في الملف اللولبي كسافة الفيض دي اهي بتتناسب طرديا مع شدة الطيار لو زودت الطيار للضعف تلاقي كسافة الفيض تزيد للضعف وفي نفس الوقت كسافة الفيض على محور الملف اللولبي تتناسب طرديا مع عدد اللفات ليه هقولك اهو هو انت دلوقتي لو زودت عدد اللفات للضعف مش كل لفة من لفات الملف هيكون لها مجال موناطيسي تاني الجزء ده مهم لو انا دلوقتي عندي ملف خمس لفات وعندي ملف لفة واحدة وعندي ملف اربع لفات وعندي ملف عشرين لفة مش كل لفة هتبقى وكأنها ملف دائري هيكون لها مجال عند المركز طب تخالب انا انا جايب لفة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كل لفة من اللفات هيكون لها مجال على المحور بتاعها وبالتالي تزداد كسافة الفيض بزيادة عدد اللفات زي الملف الدائري بالزط وتزداد كسافة الفيض بزيادة شدة الطيار زي الملف الدائري بالزط وتزداد كسافة الفيض بزيادة النفاذية الموناطسية ولكن هنخلي ده في الاستنتاج ولكن في حاجة مهمة زي ما ادتلك علامة للملف الدائري هديك برضو علامة للملف اللولابي ايه علامة الملف الدائري اسمع يا عم ملف الدائري قلنا نص قطره لو قل الكسافة على المركز تزيد نص قطره لو زاد الكسافة عند المركز تقل كذلك الملف اللولابي بالضغط والخلخلة ضغطت الملف كسفت الفضع المحور زادت خلخلت الملف كسفت الفضع المحور قلت يبقى كل ملف له علامة الدائري علامته بنص القطر واللولابي علامته بالضغط والخلخلة اذا ضغطه وقربت اللفات من بعض ايه اللي هيحصل كسفت الفضع المحور هتزيد طب لو انت بعدت اللفات عن بعض كسفت الفضع على المحور هتقل الملف اللولابي ده جماعة من اهم القطع الموجودة عندنا في المنهج السنة دي احنا المفروض عندنا في المنهج في قطع بتستخدم على طول طبعا المقاومة الكهربية طبعا موجودة في طول الكهربية زي ما احنا شغالين ولكن الملف الاولابي له طابع خاص يعني هنستخدمه في الفصل التاني هو وفي الفصل التالت هنشتغل عليه في الفصل الرابع هنشتغل عليه فانا هي من النهاردة ان اوضح لك التفاصيل بتاعته كلها من اولها لاخرها تحس بالملف الاولابي وتحس بمجاله عشان لما اجا استخدمه بعد كده في الفصل التالت وهولد منه كهربا ايوه هولد كهربا منه عن طريق مغناطيس والملف ده وانما استخدمه في الفصل الرابع كملف حس نقدر نفهم الكلام ده كويس فياريت الملف اللولابي يكون له قدر من الاهتمام شوية هو سعل وبسيط ومشان اقول تطبيقات كتير زي الملف الدائري لان الملف الدائري زي اللولابي بالزبط انا بس احاول ادرس المجال بتاعه اشوف شكل المجال يطرى المجال هيبقى شكله عامل ازاي قانون اللي بجيب بيه كسافة الفضى على المحور بتاعه وكمان بقى لو قصيت جزء لو عملت جزء العوامل القعدة المستخدمة نشوف الملف اللولابي كده بسهول يلا كده نكمل اللي بدأناه يبقى كسافة الفضى المغناطيسي تتناسب ترضيا مع شدة الطيار كسافة الفضى المغناطيسي تتناسب ترضيا مع عدد اللفات وكسافة الفضى المغناطيسي تتناسب عكسيا مع طول محور الملف ليه الحتة دي كده من هنا لهنا الحتة ده هي اسمها طول محور الملف وليس طول السلك لذلك نسميها الملف دي كده العوامل وبالتالي البي هتتناسب مع الناي على ال حلوة اوي نشيل علامة التناسب ونحط مكانها مقدار ثابت وبالتالي هيطلع زي الملف الدائري على ال ما تنساش القانون ده ده القانون اللي بجيب به كسافة الفيض المناطيسي على محور ملف لو لا بي تمام كده القانون ده هنحتاجه دلوقتي ونشتغل عليه بس قبل ما نكمل شرح نقول ألو ألو السلام عليكم ازايك يا فاطمة عاملة ايه كويسة الحمد لله اتفضلي يا فاطمة اتفضلي ولياموضة طيار كهربي في حلقة مركزها اكس ومساحة مقطع السلك المصنوعة منه اتنين من مية متر سمت متر مكعب لا تاني كده معلش معلش ياموضة طيار كهربي في حلقة مركزها اكس مركزها اكس جميل وماشي يا فاطمة المصنوعة منه اتنين من مية سمت متر مربع ازاي المساحة يعني المساحة بتاع السلك بتسوي ايه فاطمة اتنين من مية سمت متر مربع اتنين من مية سمت متر مربع وهي مركزها اكس ايه تمام يا فاطمة الدايرة بقى نوصلها ببطارية اه تمام هنوصلها كده ببطارية يعني من حفل من فوق من تحت كده ببطارية يعني كده يا فاطمة من عالكوترين كده ولا في توصيلة مختلفة اطلع بقى فوق ايه ايه وطيار اربعة امبير الطيار اربعة امبير تمام يا فاطمة الجهد بتاع البطارية واحد فولت واحد فولت في مكاومة داخلية لا طب ايه المطلوب يا فاطمة ونص الكتر بتاع البطارية سبعة سنتيمتر تاني كده نص الكتر بتاعيها اللفة نص كتر اللفة كم سبعة سنتيمتر سبعة سنتيمتر تمام هو عايز المكاومة النوعية المادة سلك الحلة وعايز كسافة الفد عند المركز يعني هو عيز كسافة الفدها عند المركز طب هو ايه? تمام كده يا فاطمة? معي وتخليك معي? هلا اظن étaient يلا يا فاطمة. احنا دلوقتي يا فاطمة ايه النطلوب? مش المقاومة النوعية? ايه. المقاومة النوعية دي بتيجي من يا فاطمة? من المقاومة القواربية. يعني من القانون اللي بيقول ار بتساوي ها والي. ار بتساوي ايه? الجاميل قوي. الايه هنا? دي بتاع السلك? اللي هي موجودة. طيب طول السلك موجود? لا. لا طول السلك مش موجود. طب الاء موجودة تعرفت جيبي المقاومة بتاع السلك المقاومة نعرف نجيبها ها المقاومة نعرف نجيبها مش انت لو اسمت فرق الجهد واحد فولت على الاربع امبير هيطلع لك بس خلي بالك اللي هيطلع لك الار توتل يعني انت الاول لو حسبتي ار توتل بتاع الدايرة هتساوي ايه هتساوي الواحد فولت الوال في باتري على الاي هتساوي الواحد على اربع فيطلع ربع اوم يعني مقاومة الحلقة دلوقتي في الدائرة ربع اوم. معنى ذلك ان فوق نص اوم وتحت ايه يا فاطمة نص اوم. اذا الار بتاع السلك كلها هتطلع كام واحد اوم. لو انت فردت السلك بتاع الحلقة ده كله كده هيطلع مقاوميته كام واحد اوم. فاهماني كده? ايه. لان ده هيطلع بنص اوم وده هيطلع بنص اوم ولو وصلتهم على التوازن يطلع ربع اوم اللي طلع عندي. فانت كده بقى عندك المقاومة الموجودة عندي وعايز الرؤي بس طول السلك مش موجود يا فاطمة. اه ممكن هجيب بقى طول السلك منين بص يا ست. اه طول السلك الموجودة عندي ده هيكون هو المحيط يا فاطمة. صح? معايا فاطمة ولا ايه? مش طول السلك دلوقتي هيكون هو محيط الحلقة? فهتقولي ان طول السلك هيساوي اتنين باي ار. الار دي عندك بسبعة سنتي والباي موجودة فهتجيبي القل. اول ما تجيبي طول السلك هتعواضي في العلاقة تطلعي الرؤي يا فاطمة. معايا ولا ايه? ايه. فيهمتيها كويس? ايه. اعيدها تاني? لا لا شكرا. طب تمام. نجيب لك بقى كسفت الفيض. ام. كسفت الفيض هتساوي ميو ان اي على اتنين ار. الميو موجودة في الهواء. والاي شدة الطيار اللي بتمر عندي بقى. اه بس خلي بالك بقى يا فاطمة لان عندي هيبقى النص اللي فوق بيمر فيه اتنين امبير. والنص اللي تحت بيمر فيه كم? اتنين امبير. دلوقتي اللي فوق نص لفة ولا تحت? نص لفة. نص لفة. مجال اللي فوق مجال اللي فوق هيكون للداخل ومجال اللي تحت هيكون للخارج وبالتالي المحصلة عند المركز هتطلع بصفر. ليه بقى هتطلع بصفر? لان في مجالين مجال النص اللي فوق ومجال النص اللي تحت. فيهمتي يا فاطمة كده ولا لسه? اي وفهمتيها. طيب وكمان اضافة ليكي اي حلقة توصل الطيار ما بين اي نقطتين فيها سواء وصلت كده. سواء وصلت كده. سواء وصلت على اي نقطتين. ان شاء الله كده هو. وصلت بطارية لازم المحصلة عند المركز سو صفر. ليه? لان الطيار اللي هيمشي في الجزء الكبير اقل من الطيار اللي هيمشي في الجزء الصغير. فاللي هينقص من الطيار هيكون على حساب اللفات يا فاطمة. يعني بص كده ده مسلا ربع لفة. فهمة? اي. هيمشي فيه تلات تربع الطيار. وده هيبقى تلات تربع لفة. هيمشي فيه ربع الطيار. ففي الاخر تلاقي كسفت الفض هنا. قد هنا وعكس بعض. فكسفت الفض عند المركز ستطلع بصفر لاي حلقة. فيهمتي كده يا فاطمة? اي. عندك اي اسئلة تاني? لاي. فيهمتي الحلقة بتاع تحت امرك يا فاطمة. تحت امرك. تحت امرك. تحت امرك. ربنا وفائك يا فاطمة. وان شاء الله تكوني من المتفوقين. واببلغينا تقول لنا احنا برنامج مدرسة على الهواء فدني كتير وخلاني اجيب ستين من ستين في الفيزية ان شاء الله. شكرا لك يا فاطمة. و دلوقتي بقى نبدأ نكمل الملف اللولابي. انا دلوقتي اللي استنتقته من الموضوع ان انا لو عندي اي ملف اللولابي سواء ملف قلبه حديد او ملف قلبه هوائي اقدر اجيب كسافة الفيض عند المحور بتاعه عن طريق القانون ان بيه بتساوي ميو ان اي على ال. ده كده القانون اللي جيب بيه كسافة الفيض على محور ملف اللولابي. طيب احنا عايزين نعرف شكل المجال. لو انت دلوقتي عندك ملف اللولابي بالشكل ده كده. وعملت له عملية تخطيط وصلته ببطارية. وعملت له عملية تخطيط. جبت لوح من الورق المقوة. هنا كده اهو. هتلاحز ان المجال يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيس. يعني لو انت وضحت شدة الطيار اللي ماشيه. الطيار هيكون ماشي كده. لاعلى. في اللفة دي هيكون لاعلى. في اللفة دي هيكون لاعلى. 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 تمام كده. فالطيار طبعا اللي بين ده هيكون طرف بعيد. شون كده يرسلوه بالصغير كده. واظن ان اتجاه الطيار واضح معي. لو انت طبقت قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل او قاعدة اليد اليمنى المعكوس. نعمل ايه? نقبض على الملف باليد اليمنى. بحيس ايه اللي هيحصل? صوابعي تشاور مع الطيار. والابهام يشير الى اتجاه المجال. هو الطيار هنا الفوق ولا لتحت? الطيار لفوق اهو. انا عملت الطيار لفوق يبقى ده اتجاه المجال الموجود عندي وهكزا. كون ان انا عمل الطيار كده الفوق وده اللي باين يعني ده كده اللفة اللي باينة ودي كده اللفة الخلفية. يعني ممكن حتى عشان نوضحها اكتر ممكن اعمل لك كده. زي ما انت شايف كده اهو. وهنخلي البطارية هنا للمرة دي ونطبق القاعدة من جديد. فين اتجاه الطيار? اتجاه الطيار اهو. خارج من هنا. اتجاه الطيار هنا اهو. لاسفل. خب بالك بقى الطيار ماشي كده. 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 وبالتالي لو انا مسكت السلك بأيدي اهلاقي الطيار كده. فهتلاقي المجال الناحية التانية. ده كده القطب الشمالي وده كده القطب الجنوب. ازا انا استنتجت حاجة مهمة جدا. ان الملف اللولاب اللي عندي لو مر به طيار كهربي بيتحول الى مغناطيس. بحيث ان فيه قطب او طرف من اطراف الملف هيخرج منه الفيض هيبقى قطب شمالي. وطرف هيدخل منه الفيض هيبقى قطب جنوب. ازا المجال المغناطيسي لملف اللولابي يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيس. لو انت جيت جبت قضيب مغناطيس وبسيت على المجال بتاعه هيشبه المجال المغناطيسي هيشبه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في ملف اللولابي. كده احنا اخذنا القانون. ايه العوامل اللي ممكن تأثر على كسافة الفيض في الملف اللولابي? الميو والان والاي والال اللي هو طول محور الملف. في حاجة كمان قانون كده انا بسميه قانون الصغير. ايه قانون الصغير ده? ان انا ممكن اشيل عدد اللفات على الطول وحط مكانه إن سمول. يعني القانون الكبير بيقول ان بيبت ساوي ميو إن آي على قل. القانون الصغير بقى بيقول ايه ميو إن سمول آي. ايه بقى ميو إن سمول آي ده? ده كده دي كده اسمها عدد اللفات في وحدة الاطوال. ليه كده الموضوع ده? لان ان انا ممكن مثلا اديك ملف مثلا طوله 1000 متر يا نهره بيض ملفه طوله 1000 متر وانا هفضل بقى اعد اللفات في 1000 متر لا يا حبيب انت ممكن تختار 1 متر بس وتشوف لي عدد اللفات في 1 متر وتعوض مكانها هنا اسمها عدد اللفات في وحدة الاطوال وعدد اللفات في وحدة الاطوال معلومة مهمة اوي ما بتتغيرش الا بالضغط والخلخلة دول الحاكتين اللي ممكن يغيروا النصمون طيب هبدأ دلوقتي اتكلم عن الملف الاولابي اكتر واكتر ده الملف الاولابي ايه هي العوامل المؤسرة على مقدار كسافة الفيض طبعا العوامل زي ما احنا جبناهم من القانون اللي هو الميو طردي والإن طردي والآي طردي والإن عكسي يعني لو رسمت علاقة ما بين البي والإن اللي يحصل هتطلع العلاقة طردي لو رسمت علاقة ما بين البي والآي هتطلع طردي لو رسمت علاقة ما بين البي والإل هتطلع عكسي لو رسمت علاقة ما بين البي والواحد على إل هتطلع علاقة طردي حيث ايه اللي هنا طول الملف ده كده بالنسبة للعوامل اللي بتأثر على مقدار البي طب هسأل سؤال تاني بقى مهم جدا ايه العوامل اللي بتأثر على الاتجاه العوامل التي تؤثر على اتجاه المجال في السلك المستقيم العامل اللي كان بيأثر على اتجاه المجال هو اتجاه الطيار فقط اذا تغير اتجاه الطيار في السلك يتغير اتجاه المجال يعني لو الطيار لفوق المجال يمشي كده لو الطيار لتحت المجال يمشي كده كذلك ايضا الملف الدائري لو تغير اتجاه الطيار يتغير اتجاه المجال يعني لو انت بصت الملف الدائري وكان اتجاه الطيار مع قارب الساعة فانت الان تنظر الى الوجه الشمالي والفضل الداخل أما إذا كان اتجاه الطيار عكس عقارب الساعة فأنت الآن إحنا قلنا مع عقارب الساعة معلش تنظر إلى الوجه الجنوبي ويبقى الفضل الداخل لكن لو كان الطيار عكس عقارب الساعة فأنت الآن تنظر إلى الوجه الشمالي ويكون المجال الخارج إذن أنا بس عايز أقول معلومة مهمة أن اتجاه المجال للسلك أو اتجاه المجال للملف الدائري بيتوقف على اتجاه الطيار بس إذا عكس اتجاه الطيار يتغير اتجاه المجال لكن الملف اللو لبي له عاملين ايه ده يا مستر عاملين ايوة عاملين عاملين ممكن يغيروا اتجاه المجال ايوة انا عايزك تهتم بالملف ده لانه مهم قلنا انه هو مهم فانا عايزك تهتم بيه اوي بص معايا عاملين مين هم العاملين اتجاه الطيار و اتجاه اللف اتجاه الطيار واتجاه اللف اتجاه لف ايه اتجاه لف اللفات لو غيرت اتجاه لف اللفات ومغيرتش البطارية اتجاه المجال يتغير تعالى كده نديك نشاط صغير النشاط ده يعرفنا ايه هي العوامل المؤسرة على اتجاه المجال هنكتب اهو العوامل المؤسرة على اتجاه المجال المغناطيسي لملف لولابي ويمكن ده بقى لنور عشان هي كانت كلمتنا في الموضوع ده وهي اللي هتعمل السؤال بنفسها تعالى مثلا ناخد الاول لو انا عندي ملف لولابي قلبه حديد انا احب اليف الملف على ملف قلبه حديد عشان يبان معانا ده كده قلب من الحديد المطاوع وهنبدأ دلوقتي نلف عليه ملف بالشكل ده كده اهو وادي البطارية الموجودة عندي اهي بص كده كويس لاتجاه الطيار اتجاه الطيار من هنا اهو خارج من القطب المجب للبطارية وهيمشي الطيار لأعلى يلف من وراء لأعلى 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 ويمشي في البطارية لو انت دلوقتي بصيت لاتجاه المجال اتجاه المجال صوابع هي تلف مع الطيار فيكون اتجاه المجال كده وبالتالي لو انت عبرت عن اتجاه المجال داخل هذا الملف هيكون ده اتجاه المجال المغناطيسي اهو وهيكون ده اتجاهه زي ما انت شايف ان ده هيكون القطب الشمالي وده هيكون القطب الجنوبي تمام كده ده الملف بتاعنا انا عايز اعرف بقى هنسأل بقى شوية اسئلة عليه ماذا هيحدث لاتجاه المجال عند عكس اقطاب البطارية انت لما تعكس اقطاب البطارية وتلفها كده اكيد اتجاه المجال هيتغير هنشوف تعالى نرسم نفس الملف بالزبط ادي القلب الحديد الموجود عندنا اهو و ادي الملف بنفس اتجاه اللف خلي بالك احنا بدقين اللفة منين اهو يمشي من تحت ويلف كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس لفات اهو و ادي البطارية هنعكسها هنخلي الموجب هنا والسالب هنا تعالى بقى نبص اتجاه الطيار خارج منين لا الطيار المرة دي خارج من هنا يمشي كده فالطيار هيبقى لأسفل زي ما انت شايف وبتطبيق قاعدة قلب الريمة وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى المعكوسة هنلاحظ ان انت لو قبطت على السلك كده هو على الملف كده هو صوابعة تمشي مع الطيار اتجاه المجال هيكون جهة اليسار يعني انت لو هتبص للمجال المجال هيخرج كده اهو ده كده هيبقى القطب الشمالي وده كده القطب الجنوبي يبقى انت اول حاجة تعلمتها عند عكس اتجاه الطيار فتغير اتجاه المجال كده اتجاه المجال يتغير يبقى العامل الاول اللي بيأثر على اتجاه المجال هو مين؟ اتجاه الطيار. تعالى بقى للنشاط اللي جاي ده لو انا غيرت اتجاه اللف وما غيرتش اتجاه الطيار يعني بص كده معايا ادي القلب الحديد ده بقى الجزء اللي انا عايزك تفهمه وقادي يا عم البطارية زي القديم ما غيرنهاش هنا الموجب وهنا السالب بس خب بالك بقى هغير اتجاه اللف انت كنت هنا ماشي بالسلك من تحت القلب هنا بقى هنمشي بالسلك من فوق القلب كده خب بالك احنا كده بنغير اتجاه اللف اهو الطيار هيمشي ازاي الطيار هيمشي من هنا اهو الطيار هيبقى لاسفل زي ما انت شايف نطبق القاعدة هتلاقي ان اتجاه المجال اتغير ولا ما اتغيرش اتغير بقى المجال يخرج من هنا فهيبقى ده القطب الشمالي وهيبقى ده القطب الجنوبي وزي ما انت شايف دلوقتي اتجاه المجال اتغير عند تغير اتجاه اللف طيب ايه رأيك دلوقتي في سؤال ماذا يحدث ماذا يحدث لاتجاه المجال على محور على محور ملف لو لبي في الحالات الاتي ماشي واحد تغير اتجاه الطيار في الملف فقط اتنين تغير اتجاه لف اللفات فقط ما غيرناش اتجاه الطيار تلاتة تغير اتجاه الطيار واتجاه اللف معا دلوقتي اه لو انت غيرت اتجاه الطيار في الملف فقط يتغير او ينعكس اتجاه المجال ماشي طب لو غيرت اتجاه اللف اهو هنا لما غيرت اتجاه الطيار تغير اتجاه المجال طب انت لما غيرت اتجاه اللافة فقط برضو ينعكس اتجاه المجال طب لو غيرت الاتنين الاجابة لا يتغير اتجاه المجال ازاي تعال نجرب كده بالرسم اهو نرسم لك الرسمة اللي فضلة دي لو انت دلوقتي عندك اهد القلب الحديد خب بالك احنا نعمل ايه احنا هنغير البطارية يعني البطارية هنا كان موجب هنخلي الموجب هنا اهو وهنغير اتجاه اللافة احنا كنا بدقين هنا اللاف من وراء القلب لا هنخلي هنا اللاف من قدام القلب بص كده اهو زي ما انت شايف كده ماشي يلا الطيار الطيار لما هيمشي هيمشي كده هيمشي لفوق 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 تمام كده لو انت بصيت لاتجاه الطيارة اتجاه المجال فاتجاه المجال هيبقى ده اتجاه ده كده هيبقى القطب الشمالي وده كده هيبقى القطب الجنوبي وبالتالي اتجاه المجال اتغير ولا لا 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 ما اتغيرش هنا الان وهنا الاس زي الاصل يا ريت تكون الجزء ده جزء احنا وضحناه كويس هي العوامل اللي بتأثر في اتجاه المجال وده رد للنرهاني يعني انا كمان شوية كده هحل للنرهاني السؤال بتاعها ازاي بقى عندك ملف لو لا بي وتخلي هنا شمالي وهنا شمالي هنا جنوبي وهنا جنوبي ونستقبل الاتصال التليفوني ونقول الو الو ايوة ازايك يا ايمان عاملة ايه والله شمال ما تمثل عاملة ايه الحمد لله الحمد لله اخبارك الحمد لله تمام اخبار النازمة والمينيا ايه ايه الاخبار تمام الفيزياء سهلة والله صعبة يا ايمان اه حدو ويه الحقيقة حدو نتابع برنامج ودرس على هوا باستمرار ولا يعني لا يعني بتاعه ماشي يا ايمان ماشي فيه انت حاجة النهاردة اه تمام والله الحمد لله اتفضلي يا ايمان اتفضلي اه فيه سؤال مش عارفة حله سؤال ايه مش عارفة حله اه ممال وحلهولك يا ايمان ده احنا هنا عشان تحت امرك يعني وكل اهل المينيا والصعيد كلهم بنا اخليك بس الله يخليك اه بيقول لي سلكان متوازيان ايه وبيه تمام اه يمروا بهم طيار كهرابي جميل اي واتنين اي ماشي على الترتيب خارج الصفحة على الترتيب خارج الصفحة ايه اه ايه اه اقولي يا ايمان قولي اذا علمت ان كسافة الفياض المغناطيسي اه عند النقطة اكس اكس دي مكانها فين بص بصة لهم عبارة عن ثلاث اسهم طيب اه بص كده يا ايمان انا انا هحاول ان انا اعملك اه الرسم وانت تحاولي تقولي اه ولا لا تمام كده بص يا ستي ادي النقطة اكس لا مش كده يعني اه يعني على الصفحة يعني مش شكلها كده خط عرض يعني مش بالطول كده بالارض يعني دول سلكين سلك واحد وسلك اتنين النقط زي ما انا رسمها كده ايمان ولا مختلفة لا مختلفة طيب قولي السؤال تاني وانا هحاول افهمه رجل سلكين متوازيان ايه ولي تمام يمر بهم طيار كهرابي اي واثنين اي تمام على الترتيب خارج الصفحة اذا علمت ان كسافة الصياد المنطيفة عند النقطة اكس اه اكس هي عشرة السالب ستة تمام احسب كيمة كسافة الصياد المنطيفة عند النقطة اي طيب يا ايمان هو انا يعني ايه هحاول برضو ان انا انا بحاول اتذكر الاسئال انا اعرفها وحاول اصورها لك فانا طبعا هو مش واضح بس انا هرسملك رسمة دلوقتي يا رب تكون هي ماشي كده ماشي بص يا ايمان ادي السلكين هم والطيار بتاعهم خارج الصفحة وادي نقطة اكس اللي هو بيتكلم عليها وديت نقطة واي في النص ايه ونع في الاخر في الاخر هنا يعني ايه رايت كده هي دي اي طب تمام اه ممكن بقى تقولي لي ان ده ده عنه سلك اي ولا اتنين اي ده اي ده ده اي وده اه اللي في نص اثنين اي اثنين اي طب المسافة دي كم يا ايمان من من السلك اي لائكس. اه اتنان اي ومن تحت اتنان دي اتنان دي. يعني دي 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 اتنان دي اي ود اتنان دي. واللي ما بين السلكين اتنين دي اي ود. اي ود اتنان دي. صح كده?치를確стんです. شكرا? مظبوط كده ولا ايه? لأ لأ مش دي اللي عندي اكس هي الاخنين دي. اللي عندي اكس? اه. ماشو واللي عنده اي. اه. لا صح انا قلت كنت عملها صح يا امان طيب يا امان هعيد المسألة من الاول وحلها لك بسرعة وقولك كمان الفكرة قد دلوقتي عندي سلكين هتحل معنا ولا تنتظر تسمعي برا لا هنتظر تسمعي برا طيب ماشي يا امان انا هقولك الفكرة احنا بنشكرك جدا على الاضافة دي برضو وهحاول احللك السؤال بتاعك انا عندي سلكين دلوقتي سلك طياره اتنين اي وسلك هنا طياره اي ودي نقطة اكس ودي نقطة واي والمفروض ان المسافة دي كانت اتنين دي والمسافة دي دي والمسافة بين السلكين دي طيب ومديني كسافة الفيضة عند النقطة اكس وليكن اي رقم ستة فعشرة اوسسالة باربعة انا بس عايز اقول لي امان حاجة واحدة بس ايه هي دلوقتي انا لما بيطلب مني كسافة الفيضة عند نقطة بعمل ايه امان سمعاني كويس بروح للنقطة دي واسألها يا نقطة انتي متأسرة بكم مجال هنروح لو اي انا دلوقتي عايزك تتخيالي كده ان السلكين دول متعمدين للصفحة للخارج زي ما انتي قلتيلي اهو ده السلك الاول وده السلك التاني متعمدين كده بالشكل ده عصفحة ده السلك الاول وده السلك تاني النقطة اكس دي ما كانها هنا والنقطة واي دي ما كانها هنا انا دلوقتي عشان اجيب كسافة الفيضة عند النقطة واي فهي متأسرة بمجال السلك الاول ومتأسرة بمجال السلك التاني اعمل ايه الاي مش موجود الميو كمان مش موجود الدي كمان مش موجود لازم تستغل كسافة الفيضة عند النقطة اكس المعطة ده وتجيب منه كل المجاهيل تعالي كده نجرب نجرب كده مع بعض يعني لازم الاول استفاد من المعطة دهو ان كسافة الفيضة عند النقطة اكس ستة في عشرة استسالة باربعة هروح للأول اقول له عنده اولان اللي هو اي هتلاقي مجاله عند اكس الاسفل لو انت طبقت قاعدة اليادي اليمنى على السلك اتنين اي هتلاقي مجاله عند اكس برضو لاسفل وبالتالي عند النقطة اكس البيتو تل اللي انت من الدهالة دي هتساوي بي وان زائد بي تو هتروحي بي وان ده هتعوضي بقى بميو اي وان اللي هو نشوف بقى كام على اتنين باي دي وان زائد ميو اي تو على اتنين باي دي تو هناخد الميو بس نعوض بقى طب الاول يساوي نعوض كده ميو هي ميو اى A اتنين باي دي زائد ميو طياري انا باي على اتنين باي المسافة بينه وبن اكس اللي هي اتنين دي هناخد يا ايمان الميو اي على باي دي على اتنين باي دي عامل مشترك هيفضل عندي هنا طبعا اتنين زائد نص وكل ده هيساوي ستة في عشرة اسسالة باربعة فانت كده هتجيبي ميو اي على باي دي بكام اتنين ونص تشوي بقى ستة على اتنين ونص يطلع بكام وتصفي الموضوع ده وبعدين تروح تشتغلي عند النقطة واي وبرضه هتقول ان كسفت الفيضة عند النقطة واي المجالين هيكونوا لأعلى فهتقول ان بي توتل عند النقطة واي هيساوي بي ون زائد بي تو بي ون ده هيبقى ميو اي ون على اتنين باي دي زائد ميو اي تو على اتنين باي دي وفي الاخر هتعواضي بقى وتاخدي برضو ميو اي على اتنين باي دي عامل مشترك هيفضل عندك هنا طبعا السلك واحد وده السلك اتنين واحد عند واي طياري هيبقى باتنين اي يبقى هنا في اتنين والمسافة بيني وبين واي هتبقى تلاتة دي فهيفضل عندي هنا اتنين على تلات زائد ميو انا كسلك اتنين طياري هيبقى بالاي عادي مفيش مشكلة وفي الاخر هتطلع حوالي واحد وفي الاخر تصفي بيتوتل عند واي هتتشيري بقى ميو اي على باي دي وتحط مكانه القيمة اللي انت طلعتها من فوق وتبقى كده المسألة اللي معايا اتحلت دلوقتي الملف اللولابي الموجود معايا انا دلوقتي الملف اللولابي فهمت كل حاجة عنه فهمت العوامل اللي بتأثر في المجال والعوامل بتأثر في اتجاه المجال دلوقتي لو انا قابلت برضو ملفان لولابيان ولهم مركز مشترك يبقى كسافة الفيض على المحور المشترك هتساوي مجموعة الاتنين لو كانت طيار في نفس الاتجاه وهطرح الاتنين من بعض لو كانت طيارين في عكس الاتجاه بالنسبة بقى للجزء المهم جدا للملف اللولابي معلومة قيمة جدا عن الملف اللولابي ايه هي لو انا جبت ملفين لولابيين طول الاول قد طول التاني حلو وعدد لفات الاول قد عدد لفات التاني جميل ومعامل النفاذية للملف الاول زي معامل النفاذية للملف التاني ايه ده يعني ميو وإن وآي والطول زي بعض ولكن نص كتر الاول مختلف عن نص كتر التاني احب اقولك ان نص الكتر ما بيقصرش على كسافة الملف اللولابي نص الكتر ما بيقصرش على كسافة الملف اللولابي امتى يأثر لو كان في اعادة التشكيل وعلى حساب عدد اللفات يعني دلوقتي لو جبت ملف الاولابي وعملت له اعادة التشكيل ونقصت وزودت اللفات للضعف ايه اللي هيحصل نص الكتر هيقل له نصف انا معاك بس كسفت الفيضة هتتغير مش عشان نص الكتر هتتغير عشان عدد اللفات هو اللي تغير هابدأ دلوقتي قدي سؤال قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة على ملف الاولابي قطعة منه جزء يبقى الملف الاولابي يا جماعة احنا عرفنا القانون بتاعه عرفنا العوامل عرفنا كل حاجة التطبيقات زيها بالضبط لو ملف وسلك برضو هتشتغل هابدأ دلوقتي اخب بس اعادة التشكيل او قص بيقول في حالة ملف الاولابي طوله ويمر به طيار شدته اي و عدد لفاته ان ماذا يحدث لكسافة الفيض على محوره في الحالات الاتية نخلي سؤال شامل بقى واحد اول حالة ضغط الملف حتى قل طوله للنصف اتنين قطع ربع الملف وتوصيل الباقي بنفس المصدر ثلاثة اعيد تشكيل الملف فزادت لفاته ثلاثة امثال اربع اربع وضع قلب من الحديد المطاوع داخل الملف نخلينا في الاربع دول وبعدنا من خلصهم نبقى نشوف غيرهم لو انا دلوقتي عندي ملف طبعا اهو لو انت ضغط الملف القانون اللي هشتغل عليه عشان يبقى قدامنا على طول ان بي بتاع الملف بتساوي ميو ان اي على اي ده القانون الكبير والقانون الصغير بي بتساوي ميو ان سمول اي طب احنا يا مستر هنشتغل على القانون الصغير ولا القانون الكبير هعلمك ال اتنين تمام لو ضغط الملف وقل طوله للنص كده الميو ما تغيرتش والان ما تغيرتش والاي ما تغيرتش الطول لما قال للنصف فالله حصل ان كسافة الفيض زادت للضعف ليه ده مقانون الكبير مقانون الصغير الميو ما تغيرتش والاي ما تغيرتش بس الان دي زادت للضعف فالبي زادت للضعف طب قطعنا الربع ووصلنا الباقي بنفس المصدر ايه اللي هيحصل لو قطعت ربع الملف ووصلت الباقي هل الميو اتغيرت لأ هل الان اتغيرت لأ بس الطيار اللي زاد يبقى كسافة الفيض هتزيد بنسبة كان بقى انت قطعت الربع وبقي تلات تربع يبقى بنسبة اربع على تلاتة من قيمتها لو اعيد تشكيل الملف وزادت لفاته تلات امثال انت في حالة اعادة تشكيل ايه اللي هيحصل نص الكترة هيقل انا معاك بس ده مش هيقصر علي مدام اللفات زادت تلات امثال يبقى كسافة الفيض هتزيد تلات امثال برضو ده تبقى للقانون لو وضعنا قلبي من حيث المطاوع هتزداد كسافة الفيض انت عود نفسك تشتغل على قانون والقانون هيحل لك يبقى احنا دلوقتي قدرنا النهاردة الحمد لله ناخد الملف الدائري والملف اللولبي نعرف شكل الملف الدائري ونعرف شكل الملف اللولبي تطبيقات الملف الدائري تطبيقات الملف اللولبي حالات خاصة على الملف الدائري وحالات خاصة على الملف اللولبي دخلنا السلوك في الموضوع حاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل لك المعلومة بصورة كاملة حاولت ان انا اضغط الوقت واتكلم بصورة عشان اقدر اخذ اكبر كم من الافكار وانا برضو بشكر الناس مرة تانية اللي هي اتصرت علي وكلمتني واتمنى ان انا اكون معاكم باستمرار وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير في حلقات تانية حلقات سعيدة من برنامجكم مدرسة على الهوى برنامج اللي عايزكم اشتر ناس في جمهورية مصر العربية حبايبنا وان شاء الله نقدر نخلي مستقبل البلد كويس باديكنتو وربنا معاكم الفترة اللي جاية محتاجة ان انت ما تكونش كسول الفترة اللي جاية محتاجة ان انت تكون قوي جدا عارف مصلحتك ارجوك خلي بالك مصلحتك وخلي بالك مستقبلك وربنا معاكم واشوفكم على خير باذن الله في حلقات قادمة كان معكم حسام الصيفي